اشتركوا في القناة الكنيسة دائما تلقي على العائلة نظرة مقدسة نظرة لهوتية وعندما يلتقي الفكر الإنساني مع الفكر الإلهي يخرج ما نسميه العمل الرعوي فكر الإنسان منار بفكر الله كما جاء في الوحي ومنه نأخذ طريقا للعمل لا يوجد برنامج مسبق لا يوجد وصفات لأي مكان لشؤون العائلة ولكن لكل زمان الكنيسة وكل مكان مع احترام الثقافات الكنيسة تعطي رأيها حسب إيمانها وأن هذه التحديات التي تواجه العائلة وهي نفسها تواجه الكنيسة وقلت لك المرة السابقة أن هذه الحداثة أتعبت الكنيسة أتعبت الكنيسة بمعنى أنها تتابع تلاحق الشؤون والتغيرات السريعة الكنيسة لا ترى في هذه التحديات فقط سلبيات يجب أن تقضي عليها بل ترى فيها ترى في هذه الأزمات الحياتية طريقا لمزيد من النضوج ولرؤية أعمق لدعوة الزواج المقدسة ورسالة العائلة في عالم اليوم لماذا؟ لأن الكنيسة تعتمد كما قال يحنى بولس الثاني على مبدأ أن العائلة هي طريق الكنيسة والعائلة طريق الكنيسة بمعنى أنها طريق الإنسانية وأن العائلة ليس موضوع فقط تبشير ولكن العائلة هي مصدر لخير متبادل تنمو به ومعه وفيه الكنيسة وبالتالي مصير الكنيسة يتوقف على سلامة العائلة ومستقبل البشرية كلها متوقف على سلام وخير العائلة وبهذا المعنى علم يحنى بولس الثاني بأن العائلة هي الخير العام الصالح العام الأكبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر